إلى المملكة المتحدة فقد أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة في المملكة المتحدة وفي أول كلمة له قال سوناك إن لندن تواجه تحديات اقتصادية عظيمة على حد وصفه سوناك أدف أن بريطانيا بحاجة إلى الاستقرار والوحدة متعاهدا بخدمتها بنزاهة وتواضع بحسب التصريح المملكة المتحدة بلد عظيم لكن لا شك في أننا نواجه تحديا اقتصاديا عميقا نحن الآن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة وسأجعل من أولوية القصوى التقريب بين حزبنا وبلدنا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على التحديات التي نواجهها إذن يتولى ريشي سوناك منصب زعيم حزب المحافظين ما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة في المملكة المتحدة وزير المالية السابق الذي دفعت به أصوات المحافظين إلى سودة الحكم في عشر داونينغ ستريت بعد أيام على استقالة رئيسة الوزراء ليسترس ولد سوناك في سوثامتون عام 1980 من عائلة ذات أصول مهاجرة إذ رحل أجداده من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا واستقر بعدها والده في إنجلترا خلال الستينيات إذ كان والده طبيبا عاما وأدارت والدته صيدليتها الخاصة درس سوناك في وينشستر كوليج ثم التحق بجامعة أوكسفورد وبعد تخرجه أصبح سوناك محللا في شركة جولدمان ساكس وعمل في شركة للخدمات المصرفية والاستثمارية حتى عام 2004 وتابع بعد ذلك دراسة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد في ستانفورد التقى سوناك بزوجته أكشاتا مورثي ابنة نريانا مورثي الملياردير الهندي وبفضل نجاحه في الأعمال التجارية وحصة زوجته في شركة لوالدها جمع ثروة تقدر بنحو ثمانمائة وسبعة وسبعين مليون دولار بحسب صحيفة سندي تايمز في عام 2010 بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين وفي عام 2014 اختير مرشح الحزب لمجلس العموم ممثلا لريتشموند في شمال يوركشاير ثم أعيد انتخابه للبرلمان في عامي 2017 و2019 وفي يناير 2018 عين في أول منصب وزاري له كان سوناك مؤيدا قويا لسعي بوريس جونسون لقيادة الحزب وعندما أصبح الأخير زعيما ورئيسا للوزراء عينه رئيس السكرتيرية بوزارة المالية وخلال فترة توليه منصب الرجل الثاني فيها تصاعدت التوترات بين رئيسه ووزير المالية ساجد جاويد وحين استقال جاويد استبدله جونسون بسوناك الذي أصبح في سن التاسعة والثلاثين رابع أصغر شخص يتولى هذا المنصب على الإطلاق الآن من لندن ينضم إلينا أليكساندر دين المحلل السياسي وعضو حزب المحافظين في بريطانيا سيد دين مرحبا بك صحيح أن ريشي سوناك هو سياسي ذو خبرة اقتصادية كبيرة وقد بدأ ذلك واضحا خصوصا في أزمة كورونا والإجراءات التي اتخذها ولقد ترحيبا كبيرا في بريطانيا ولكن الآن المهم أضخم والتحديات أكبر كرئيس وزراء هل تعتقد أن بإمكانه فعليا أن يواجه هذه التحديات الاقتصادية التي لم تشهد بريطانيا منذ عقود طويلة حاليا؟ جسيم لأي رئيس وزراءة في سوناك لابد أن يوحد الحزب من هامبزباك أنه ثلاثة رئاس وزراءة في فترة متصيرة الأمر بلغ صعوبة لرئيس وزراءة أن يحكم بعد ذلك وهذه مشاكل قد نشأت في المقام الأول من الحزب المحافظين ذاته الحزب العمال لم يسقط رئيسي الوزراء السابقين ولم أسقطه حزب المحافظين نحن وزل وحدة للحزب إذا كان لنا أن نبقى يكتب لنا البقاء حتى الانتخابات القادمة لكن ما هي الأدوات الفعلية التي يمتلكها سوناك أمام هذه التحديات الضخمة اقتصاديا؟ وهل يساعده في ذلك فقط خبرته في وزارة الخزانة والمالية لصياغة سياسات اقتصادية تنقذ بريطانيا من سيناريو الركود أو تنقذ اقتصادها من هذا السيناريو؟ أعتقد أنه لديه أعتقد أنه لديه أعتقد أنه لديه أعني أنه لديه بعض المساعدات التي ستعرض بريطانيا أعتقد أنه لديه موقع ممتاز يؤدي إلى الاستقرار في الاقتصاد البريطاني ولا ننسى أنه الحكومة السابقة قد فشلت لأنها لم تكن ينظر لا بدا لديها الخبرة والمهارة الاقتصادية وذلك أمر رئيس وزير المالية يأتي به في هذه الخبرة وقد استجابت الأسواق استجابة رائعة وإيجابية تماما للخبر اليوم بأنه سوف يصبح زعيما للحزب ورئيس الوزراء وسوف يستمر ذلك في الأشهر القادمة الذي سنتان الآن أمامه وعليه أن يجل الانتخابات وخلال هذين العامين سوف نرى هذا التقدم طيب لا شك أن التحدي الاقتصادي هو تحدي ضخم وسيظهر للجميع في بريطانيا أن كان ريشي سونة قادرا على موجاته لكن هناك تحدي آخر أمامه حزبي سياسي حزب المحافظين الآن ربما هو في أسوأ حالاته الكثيرون قالوا إنه ان ذهب الانتخابات فإنه سيخسر خسارة كبيرة مدوية هل باستطاعته أن يكون الشخص الذي يلم شمل هذا الحزب بعد كل المشاكل التي عانى منها مؤخرا وتعاقب القادة كل شهر أو شهرين هذا صحيح بوضوح أن نحن لدينا ثالث رئيس الزراء في عام واحد وأكبر تحدي يواجهه هو أن يوحد صفوف حزبه ولكن الحزب المحافظين شانه شان أي مؤسسة سياسية يريد أن يبقى على قيد الحياة ويريد أن يحكم وإذا لم نتحد الآن خلف رئيس الوزراء الجديد سواء كانوا يعيدونه أو أم لا فننفعل أي شيء لن نكون في سدة الحكم وأغلب الظن أن أنجح حزبه في العالم لن يكتب له البقاء إذا الأمر يتوقف على أعضاء نواب المحافظين المنتخبين في مجلس العموم إما أن يختاروا أن يقفوا وراء سوناك أو يحاولوا أن يسقطوا رئيس الوزراء الآخر وهذا له أثر مدمر ولن يؤدي إلى الفوز في انتخابات العامة من نقاط الضعف أيضا التي يرتكز عليها حزب العمال أو معارض سياسات حزب المحافظين بشكل عام مسألة التعاطي مع ملف الهجرة سوناك ابن لمهاجرين أو الرئيس وزراء غير أبيض في المملكة المتحدة كيف يتوقع أن يتعامل مع هذا الملف وهو دعا في حملته الانتخابية إلى تحديد أعداد المهاجرين هذا البلد لا يجتذب هنا الذي يعملون بشكل شرعي ومن خلال أنظمة الهجرة الشرعية من مرحب أن يعملون هنا ويأتوا بأسرهم ويدفعوا الضرائب التعادي الحكومة أن تتحكم في الهجرة غير الشرعية الهجرة التي تأتي عبر البحر المنش القناة الإنجليزي ثم يعزعمون يطلبون اللجوء بشكل غير شرعي أو يأفرون من السلطات ويختفون عن الأنظار ويأدي إلى هجرة غير المنظمة هذه التحديات التي لابد للحكومة أن تتعامل معها وحينما تخب فإن التزامه في برنامج حزب المحافظين هو أن يوقف الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ولا بد هذا أن يحدث الآن شكرا جزيلا أليكساندر دين المحلل السياسي وعضب حزب المحافظين كنت معنا من لندن